يسعى فيلم بوتان للمرة الأولى إلى الفوز بأسكار أفضل فيلم أجنبي ويتناول لونانا إياك إن دي كلاسروم الذي صور في هذا البلد الشديد العزلة الواقع في جبال الهيمالايا مسألة السعي إلى السعادة على ما يقول مخرجه قوة لونانا إياك إن دي كلاسروم تكمن في أنه يمس القصة الإنسانية العالمية وهو يدور حول البحث عما تريد إلى أين تنتمي والسعي إلى السعادة ورشح الفيلم في كانون الثاني يناير ضمن القائمة النهائية للمنافسين على جائزة الأوسكار في فئة أفضل فيلم روائي دولي وتدور أحداثه في مدرسة بقرية لونانا في بوتان حيث تم تصوير الفيلم على علو ثلاثة ألاف وأربعمائة متر فوق سطح البحر وتتناول القصة الصعوبات التي يواجهها مجتمع يمر بمرحلة انتقالية يرمز إليه أوغين وهو مدرس مستاء من نقله إلى قرية لونانا المنعزلة التي يعيش فيها رعاة حيوانات الياك وقاطف الفطر بعدما كان يحلم بأن يصبح مغنيا محترفا في أستراليا لم يتوقع أحد وصولنا إلى القائمة النهائية لكننا نجحنا وهو ما كان مفاجئا لنا أيضا ثم حصلنا على الترشيح بالطبع وكان الأمر أشبه بحلم وسبق للفيلم أنفاز بثماني عشرة جائزة في المهرجانات الدولية ويزقر سيناريو الفيلم بالتصوف البوتاني والإشارات إلى احترام الطبيعة وتجري الأحداث في بيئة طبيعية لم يمسها أحد بعد مساحات شاسعة من الأراضي البكر وقم من مكسوة بالثلوج ترجمة نانسي قنقر